الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم أعلنت شركة تسويق النفط العراقي سومو أن صادرات نفطية للأردن بلغت نحو 600 ألف برميل خلال الشهرين الماضيين وظهر جدول أصدرته الشركة أن صادرات نفطية العراقية لأردن خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي بلغت 590 ألفا ومائتين وثمانية وتسعين برميل نفط بإرادة بلغت 39 مليون و336 ألفا وستمائة وخمسة وعشرين دولارا ووافق العراق على اتفاقية توريد النفط مع الأردن لمدة سنة جديدة في إطار التعاون بين البلدين قال أعضو مجلس نواب براير رشيد أن البنك المركزي لا ينوي في الوقت الحالي بيع الدولار لعامة المواطنين بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك 1300 دينار للدولار وذكر الرشيد أن محافظة البنك المركزي أبلغه باستمرار البنك في بيع الدولار بالأسعار الرسمية لغرض السفر والعلاج وتكاليف الدراسة فقط بينما ليس لدي عينية بالوقت الحالي ببيع الدولار بالسعر الرسمي للمواطنين هذا ويتجاوز سعر صرف الدولار في العراق 155 ألف دينار لكل 100 دولار وذلك عاقب إجراءات فرضتها الولايات المتحدة على المصارف الهراقية للحد من تهريب الدولار إلى إيران أعلنت هيئة المنافذ الحدودية القبض على ثلاثة مسافرين بحوزاتهم 522 بطاقة مستر كارد دولية معدة للتهريب في منفذ مطار البصرة الدولي وذكر بيان للهيئة أن بطاقات مستر كارد الدولية تمت تعبئتها بمبالغ مالية لغرض تهريب الأموال من العملة الصعبة خارج العراق عن طريق سحب تلك المبالغ للدول التي ينون السفر إليها وأشار البيان إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط وإحالة المتهمين والبطاقات إلى مركز شرطة مطار البصرة الدولي توقع مجموعة من الخبراء والاقتصاديون دخول الولايات المتحدة في مرحلة الركود الاقتصادي والتضخم حتى عام 2024 حيث بلغ معدل التضخم أكثر من 4% وذكر تقرير للرابطة الوضنية لاقتصادات الأعمال أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 4.75% بمحاولة لمعالجة التضخم المتصاعد في البلاد والذي لامس مستوى قياسيا العام الماضي وسط انهيار العديد من البنوك الأمريكية الكبرى وأشار التقرير إلى أن التضخم الحالي في الولايات المتحدة وأوروبا يعود إلى الحرب التي يخضونها ضد روسيا بالنيابة في أوكرانيا ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير قالت مديرية النارد الدولي كريستيانا جورجيفا إن على الدول التي تتمتع بوضع أقوى نسبيا مساعدة الدول الضعيفة خاصة تلك المثقلة بالديون وأضافت جورجيفا أن مثل هذه المساعدات مهمة بشكل خاص في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وخفاض قيمة العملات مضيفة أن هذه الآليات ستفيد المدنيين والدائمين كثيرا وأوضحت جورجيفا أن على الدول أن تعمل معا لتنشيط التجارة الدولية بطريقة عادلة لكي يستفيد عدد كبير أو لكي يستفيد عدد كبير من الناس من العولمة وتنويع سلاسل التوريد استنادا للمنطق الاقتصادي وهذا انتقال سريع على أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة